المحبة المشكلة يعني لما واحد يكون بيقول ان هو بيحب وبيفضح واحد حتى لو كان غلطان قدامه وفي خطيئة وفي مشكلة وفضح وما سطروش هو هنا نفصل عن الله لان ربنا بيعملش كده ربنا مما حبيته انه بيستر علينا يعني الانسان اللي يقدر يفضح حتى لو بي اسم الخدمة هذا الانسان خرج عن رؤل المحبة الحقيقية لكن المفروض ان احنا نستر العيوب المفروض ان احنا نعذر ونعذر دي ربنا بيعذرنا ألاف المرات العذر مش هازي بيكون له سبب و لما اجي عذر على فكرة ولا هستر مش هستر او اعذر على الناس كويسة و هو لو كويس مش بحتاج للعذر والستر مش بحتاج للحاجات دي لانه كويس فأكيد الانسان اللي هو افعله مش حلوة هيحتاج عذر هيحتاج ستر هيحتاج ان احنا ندعيله نصلم اجله هيحتاج ان احنا نغفر و لما نتأمل اكتر او نفهم اكتر يعني مثلا الناس بتعطي لغبط ما بين السطر والتسطر يعني مثلا انت تتسطر على جريمة ربنا ما يحباش لكن تتسطر على خاطئ واحد عمل خطيئة واحد مش عارف ايه بدأ شفت وقاف خطيئة ده السطر لكن ما يفعلش تشوف جريمة وتقول لنا بسطر عليه ما مش بتسطر عليه انت تتسطر عليه ووضح الفرق بين انك تكون في شهادة لازم تكون شاهد فيها في الحق صحيح يعني معصود من انت ايه ما تتسطر وفي فرق بين انك تكون انت فضاح للعيوب بتبص على العيوب ده وتقول لدها ألطان وده المفروض يتحاسب وده المفروض يتعامل يعني النظرة دي ربنا كان للعكس يعني عندما تشوف مثلا المرأة اضبطت اضبطت في ذات الفعل ربنا عملين المشاكل فعل قال لها احد ادانك ولا انا اتينك ولا انا ايضا بيعلمنا ان احنا نغفر حتى فعبانا الذي لها يعني عنوان الصلاة عندنا هي انه بيقول ايه واغفر لنا كما نغفر نحن ايضا للذين يسيقونا الينا رقم واحد على اقل نحاول ان نحن نغفر للذين يسيقونا الينا ونسطر على الناس اللي غلطت في حقنا على اقل عشان ابعد حتى عن حيث التسطر يبنى على اقل اللي بيغلط في الترجمة العملية للمحبة عشان هزبط في الله و هزبط فيه افعاله و اقواله الجميلة ان انا على الاقل مشوفش عيوب حد حتى لو كانت يعني دي انا شخصيا بروزها و اتعمد ان انا باينها و صد فيه ناس تتصيد يعني يقول لك ازاي تكلمني كده انت اتعامل معي كذا وكذا وكذا انت بنتعرفش انت بنتعرفش ذات شخصة فيه ناس تضايق لما حد يكلم على حد كويس يعني انا ايه فولان بيمضح فيه حد او ما انت تمضح انا اقول لك انت منتعرفوش انت صفة تزايد أصلاً الكلام غير منطقي يعني ما ممكن واحد في دقيقة واحدة ربنا أنعم عليه بنوع من الفهم ومن الخلاص ووصل اللي حدت معينا على لك بس إيه اللي أنا بعمله ده وتاب في هذه اللحظة وابتدى أنه هو يعني مش هذه اللحظة يعني اللحظة لا يعني عشان نقع عشب أصلاً من حتى لا يتبقى في لحظة دي أو الخلاص في لحظة لا أقصد يعني في يوم قام اتغير وناس كثير سمعنا عنها كده يعني مثلاً مبسل أسود ما وفي يوم تغير حياته من فطبعاً أنت تعرف منين أنه هو دلوقتي هو نفس الشخص القديم عشان تقول لا أنتوا عارفين أنا أعرف عنه كذا وكذا لا ممكن يكون النهاردة هو شخص تاني ممكن يكون هو يتعلم من أخطاءه وخات خطوات جديدة وربنا أداله فرصة أنه يدخل السماء على فكرة في نقطة مهمة قوي إحنا بنقفل باب السماء وباب الرحمة في فشوش ناس كتيرة جداً لأننا لو كنا أدناله أمل كخدام وكناس عندنا في المجتمع حولنا لو كنا أدناله أمل أنه لا يبصوا قدام منه وأنه فيه فرصة وأنه مهما كانت أخطاءه وحتى لو كانت حقيقية وصعبة وإزاي تتعمل لا فيه فرصة أنه يعمل أفضل أفاكر فيه أحد القدسين أنا تملي بذكر الكلمة دي اللي هو بيقول يعني استمر في الإيجابيات مهما كانت سلبيات فعلاً لأنها كلمة عظيمة جداً ولازم الناس تسمعها كتير قوي خاصة أننا في أيام دلوقتي الكنيسة اتأثرت بالأحداث بتاعة كورونا فالناس مبقيتش متواجدة في الكنيسة بالشكل الكافي أو اللي كانت زي قبل كده فمحتاجين طبعاً دي حاجة جميلة من خلال القنوات الجميلة يعني الفضائية دي اللي احنا محتاجين نسمع فعلاً ياريت ياريت لو تداره نقدم الحاجات الإيجابية والأمل أنه يعني إرمي إرمي اللي فائد ده وراك وبص دلوقتي ممكن تعمل كتير نعمة ربنا على فكرة يعني كل ما تطلبونه يكون لكم أول حاجة أطلبه أولاً ملكوت الله وبره لألا نقع مثلاً عشان ما حدش يفتكر أن أنا أي حاجة أطلبه وخلاص أنا ممكن مثلاً الكتاب القدس قال بردو تطلبونه ولا تأخذون لأنكم تطلبونه ردياً يبقى إذن للطلب ده الله يكون لازم يكون هذا الطلب فعلاً للصالح لازم يكون طلب صالح طلب نافع صحيح